طب أنا مستغربة جداً يعني أنت بدايتك الفنية المبكرة قوي اللي هو طفل يعني أنت تسقفت وتعلمت وسط العمليقة دور إيه اللي دخلت كلية الحقوق؟ ما روحتش ليه أكاديمية الفنون مثلاً أو؟ ونت عارفة البيت المصري ده من يقولك إيه خد شهادتك وعمل اللي أنت عايزه وعمل اللي أنت عايزه وغاية دلوقتي بنقول كده على فكرة خد شهادتك وقول اللي أنت عايزه ويقولولي شوف خالك دخل الأدب وتخرج وبعدين دخل المعد وشوي فأنا عملت كده ودخلت كلية الحقوق جامعة شمس كنت شاطر؟ قولي بصراحة كنت إيه؟ شاطر؟ لأ شاطر دي بصراحة كانت صعب وتعتبقى الأبوكات وجامد أنا أعتقد أن ربنا أنقذ مهنة المحامة مني ليه بس؟ اللي كنت أدمر مهنة المحامة كانت صعبة عليك؟ مش هي كانت صعبة ما كنتش مركز فيها أنا دخلت برضو كلية الحقوق على فريق التمثيل دورت على المسرح قالوا لك المحاضرات هنا وفرقة المسرح هنا ونسيت بقى المحاضرات فين والحاجات دي كلها فبقيت طول النهار فريق تمثيل الكلية أخلص الكلية أطلع على المنتخب أخلص المنتخب أطلع على مسرح الطليعة منتخب رياضة؟ لا منتخب التمثيل التمثيل أخلص تمثيل أطلع على مسرح الطليعة أشتغل مع الأستاذ سبير العصفوري ونجوم بقى الأخراج المسرحي وعيل صغار بقى أو الجملة وجملتين هنا ومشهد هنا وسينة هنا وكانوا بقى إيه؟ عينهم علي يعني كانوا خدوا بالهم أن أنا كويس شاطر فأي مخرج داخل مصحاف الطليعة يقول هاتوسامي هاتوسامي هاتوسامي